يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يالذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال ذريتي لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس بكلمات 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 لطائفين والعاكفين والركع والركع السجود وإذ وإذ قال إبراه إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس البصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم ربنا وجعلنا تقبل المسلمين لك مسلمين ومن ذريتنا أم مسلمة لك أم لك وارنا منا منا سيكانا واتوب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة والحكمة ويزكيهم 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 ترجمة نانسي قنقر